بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نختتم هنا برنامج مقرر الستاتيكا بالمحور السادس بعنوان Properties of Sections الذي يتكون من جزئين الجزء الأول هو Center of Gravity and Centroid والجزء الثاني هو Moment of Inertia نبدأ بالجزء الأول بعنوان Center of Gravity and Centroid بالنسبة للمحتوى الجزء الأول نبدأ بمقدمة والمربعة ذلك إلى Center of Gravity of Body in Two Dimensions Center of Line المربعة ذلك إلى Centroid and First Moment ونتعرض فيه إلى مفهوم كل واحدة منهم وهذا بالنسبة للأرياس ثم السنترويد and Center of Gravity الكمبوزيت بليتز الكمبوزيت أريا ونشوف بعض الأمثلة بعد ذلك نمر إلى الـ Determination of Centroid by the Integration Method بعد ذلك نمر إلى الـ Theorem of Puppers-Galdinos ونختم بمثال رابع نبدأ في هذا الجزء بالـ Introduction with Center of Gravity of 2D body with Centroid of a Line The Earth exerts a gravitational force on each of the particle forming a body These forces can be replaced by a single equivalent force equal to the weight يعني أحنا لو عنا مثلاً أرض اللي بتطبق قوة جاذبية على أي بارتيكول موجود عليها وطبعاً احنا نجدفنا من قبل أن الجسم هو مجموعة بارتيكول أي جسم متكون من مجموعة جسيمات القوة هذه can be replaced by a single equivalent force اللي بنسميه الويت أو الوزن الوزن بتاع الجسم هذا راح يتبق دايماً في Center of Gravity of the Body يعني مركز ثقل الجسم في شيء ثاني بنتطلق عليه السنترويد لما بنتناول الأريا يعني لو أنت بتشتغل على أريا مثلاً هنا فيها السنترويد سي يكون عموماً في الوسط بالضبط لكن لو أنت بتشتغل على جسم كامل راح نسمي السنترويد Center of Gravity أو مركز ثقل وهما يعتبروا يعني analogous هذا بنستعملو في الأريا وهذا بنستعملو في البادي The concept of the first moment of an area is used to locate the sun through it إن شاء الله بنشوف مع بعض ما المقصود بالfirst moment of an area وإزاي بنستعملو عشان نجد السنترويد أيضاً نحن نشوف Determination of area of a surface using the theorem of purpose caldenus وطبعاً يعني نحن نفصلها أكثر في آخر الجزء الأول نبدأ بالcenter of gravity of 2D body لو مثلاً عندي هنا بليت هذه هي البليت طبعاً البليت هذه عندها مساحة معينة مع thickness عموماً يكون رقيق جداً هنا عندي وزن راح يطبق في center of gravity G على بعد بالنسبة المحور يعني عنده إحداثيات x bar y bar طبعاً لو انتعى يعني هدفنا هنا أن نجد ال x وال y هذا عشان نجدهم نقدر نستعمل القواعد التالية فطبعاً هنا تصبح x bar بتساوي بصفة عامة integral of x dw على w وهذا هو مجموعة w أي الويت لكل الجسم وهذا هو الوزن أو الويت الجزئي هذا بالنسبة لل x نفس الشيء بالنسبة لل y لو عايز تجد أحداثيات center of gravity بتكتب y bar بتساوي integral of y dw الجزئي على مجموعة الوزن بالنسبة للجسم كامل بنشوف الآن center of gravity of a wire بالنسبة الحبل أو line لو عايز أحسب center of gravity طبعاً بالنسبة إلي أقدر أكتب الوزن في center of gravity g لو عايز أحسبه جزئياً رح أمرره على line كله لو أخذت جزء مثلاً هنا أو سميته delta w فلو عايز الآن أحسب الأحداثيات بتاع center of gravity x bar بتساوي integral of x dw على الوزن الكلي للحبل ولو عايز تحسب y بتساوي integral of y dw الجزئي على الوزن الكلي للحبل طبعاً هنا تقدر أيضاً نكتب نفس القاعدة هذه بالطريقة التالية عموماً الوزن هذا بساوي density ضرب length l of the line وضرب area يعني the i هذه عموماً لو أنا عندي مثلاً حبل زي كده area هي المساحة الصغيرة هذه هذه هي the i نفس الشيء من الجهة الأخرى dw بتساوي gamma a dl طبعاً هنا تقدر تختزل على اليمين وعلى اليسار sorry هنا أختزل على اليمين وعلى اليسار الجاما والa فبتفضل عندي في expression xl بتساوي integral x dl ولو أنت عايز تجيب منها x بتساوي x bar بتساوي integral x dl على l وبنفس الشيء بالنسبة لل y bar بتساوي integral of y dl على l ترجمة نانسي قنقر